مرحبا بكم ولي قناتكم الكريمة في الحقيقة أن التدخل التركي أو انتهاك التركي للسيادة العراقية ما زال مستمرا وعلى مدى سنوات طويلة وهذا الانتهاك يعتبر انتهاكا واضح للسيادة العراقية وكذلك انتهاك للقوانين والعرافة الدولية على اعتبار أن هناك حدود مرتسمة وهذه الحدود يجب احترامها من قبل الآخرين استنادا إلى نبدأ حسن الجوار وكذلك من المنطلق المعاملة بالمثل مثل ما يحترم الجانب العراقي للسيادة العراقية كان من اللازم على جانب تركيا احترام السيادة العراقية وعدم التدخل فيها جانب العراقي بموضوع انه الانتهاكات التركية الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية ولا يعني لا تقبل اي دولة التدخل في الشعن الداخلي لها بالتالي هذا التدخل هو عبارة عن انتهاك للسيادة العراقية ولا نقبل ان يكون هناك تدخل وتغلغل من الجانب التركي في الارابة العراقية على الرغم من هناك لربما انه توافق بين الطرفين على موضوع الارهاب وكذلك المجموعات المسلحة لكن هذا ينعكس سلبا على العنصر المفاجئة الذي يحدث من الجانب التركي بين ليلة وضحاها يضح المواطن العراقي في اقصى شمال العراق يجد ان هناك قصف تركي على المناطق المتأخمة مع الحدود التركية ولربما يقع بين هذا وذاك ضحايا مدنيين عراقيين لا ذنب لهم ولا جريرة سوى انه هناك فقط يعني لو نستطيع انه نطلق عليه هو احتلال من الجانب التركي سوى بطائرات مسيرة أو تدخل عسكري طيب ماذا تريد تركيا بالضبط دكتور معرس واضح مسألة السياسة الخارجية في تركيا والمطلوب من هذه السياسة هو انه التدخل في الدول الآخرة الى اي حد تريد ان تصل وتستطيع ان تصل في ظل هذا السمت العراقي مفهوم السياسة الخارجية سيدة العزيزة مفهوم السياسة الخارجية قائمة على غرار الدول الأخرى مفهوم تصدير الثورة مفهوم تصدير يعني انه الخلافة العثمانية واعادة الهيمنة الخارجية كل هذه المفاهيم متغلغلة في السياسة الخارجية التركية كان هناك علاقات وكذلك السياسة يتبنىها داود أحمد أغلو على موضوع تصفير العلاقات الخارجية لكن أهملت هذه المسألة وأعيد الوضع والهيمنة على أنه التدخل في الشأن الخارجي من ليبيا إلى سوريا إلى العراق والقائمة طويلة فهذا يعني واضح أن السياسة الخارجية التركية قائمة على التدخل في شأن الآخرين من منطلق أنه ربما أنه إعادة السطوة العثمانية أو السيطرة العثمانية للآخرين طيب دعني مثلا أو على سبيل المثال أحد الانتهاكات التركية في العراق والتي يعني لا يوجد مقابلها أي رد فعل وهو تقارير تتحدث عن توصيق استخدام القنابل الحرارية في هجمات لتركيا على منطقة الزاب بمحافظة دوهوك المؤشرات اليوم عندما تصل تركيا لاستخدام مثلا أسلحة محرمة كالقنابل الحرارية ولا يوجد أي رد فعل من قبل حكومتي بغداد وأربيل إلى ماذا يصير ذلك وما المتوقع أو ما المفترض أن يتوقع من حكومتي بغداد وأربيل والله الحكومة المركزية في بغداد في كل استخدام وفي كل انتهاك للسيادة العراقية تندد وتصرح بأن هناك انتهاك وما حصل آخرها قد يكون هناك لجوء إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق يثبت حالة استخدام الأسلحة المحرمة دوليا وقد يثار ذلك الأمر إلى محكمة العدل الدولية وكذلك المجلس الأمن الدولي لتثبيت هذه الحالة على اعتبار أن هذه الحالة هي محرمة دوليا وهذا على مستوى الجانب السياسي أما على مستوى الجانب الواقع الفني العراقي مثلما تشاهدون أن الانتهاكات التي تحدث ليست هي وليدة اللحظة ولا هي حالة آنية تحصل بين حين وآخر قد يكون هذا مثلما تفضلت سابقا أنه قد يكون هذا الأمر هناك توافق واتفاقات بين الجانبين لدرع ووقف موضوع الجوانب الأمنية كالأرهابيين وإلى آخره لكن هذا الأمر يجب أن يكون على معرفة وعلى علم الحكومة العراقية لكي تكون لديها معلومات استخباراتية لتحييد المنطقة لتجنب وقوع ضحايا مدنيين كل هذه الإجراءات يجب أن تكون على علم ودراية الحكومة المركزية أما أن يكون استخدام بإرادة منفردة ومن جانب واحد دون اللجوء ودون الرجوع إلى الجانب الآخر وهو الجانب المتضرر فهو واضح أن هناك انتهاك صارح للسيادة العراقية ويجب أن يوضع حد لهذه الانتهاكات لأنه وعلى مدار السنين السابقة لم يكن دور رادع للجانب العراقي يعني أن الحكومة العراقية حريصة على أن يكون هناك احترام متباذل للجانبين هناك علاقات مشتركة علاقات وطيدة بين الجانب العراقي والجانب التركي علاقات اقتصادية علاقات مياه يعني الجانب العراقي حريص على أن يكون هذه الحالة صحية طبيعية ممتدة لانتهاء كل الآزمات بمسألة التوافق والإدفاق أما أن يكون هناك رد فعل بإرادة منفردة دون رجوع للجانب العراقي فلا يوجد له تعريف سوى هناك انتهاك للسيادة العراقية الصارخ ويجب أن يوضع حد لهذه الانتهاكات أشكرك جزيلا شكر على كل هذه القراءة من كاركوك الدكتور معراج الحديدي مراقب في الشأن السياسي شكرا جزيلا لك من جديد